اشتركوا في القناة لمشاركة مملكة البحرين بمنافسة بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المقتلطة والتي ينظمها الاتحاد الهندي باشراف الاتحاد الدولي لفنون القتال المقتلطة خلال الفترة من الثامن وحتى العشر من يناير الجاري بمشاركة مقاتلين من دول مختلفة وعليه وجه سموشي خالد بن حمد الخليفة فريق خالد بن حمد لفنون القتال المقتلطة للهواء للمشاركة في هذه البطولة توجه منتخبنا الوطني لكراتريات صباح اليوم إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في الدورة الدولية الودية استعدادا لخوض البطولة الأسيوية السابعة عشر والتي تنطلق في الخمس عشر من الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر والمؤهلة لنهائيات كأس العالم بفرنسا الفين وسبعة عشر حيث تعتبر الدورة الودية المرحلة الأخيرة للأحمر البحريني في إطار استعداده للبطولة الأسيوية وذلك بعد الانتهاء من المعسكر التجريبي الذي أقامه مؤخرا في سربيا ولعب خلاله ثلاث مباريات تجريبية مع الفرق السربيا